اعزاء المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من استوديو اليرموك رح ابدأ احكي عن قصة الانتخابات القادمة يعني احنا في اجواء بتتحدث على ان عمر مجلس النواب اقترب على النهاية وبجزء كنت قبل شوية تناقش انا وزميني ينال فرحات فيما يتعلق به هل الاردن بوارد فعلا التمديد يعني هل الاردن والدولة والملك بوارد ان ترسل رسائل العالم ان ان نقف على رمال متحركة ولا على ارض ثابتة على ارض ثابتة وبالتالي اذا بدك ترسل رسالة ان انت ثابت وواقف على الارض معناته لازم تعمل انتخابات بموعدها وتحتفظ وتكون انت دقيق في قصة المواعيد الدستورية وحتى لكل العالم يقول ان الامور ماشي احنا في ظروف اصعب عملنا انتخابات وحكيت المرة الماضية في ظرف الربيع العربي عملنا انتخابات في الاردن وكان اصرار من الدولة على الذهاب نحو الانتخابات لكن السؤال هل الدولة بوارد ان ترسل رسائل واضحة وثقيلة من خلال البرلمان القادم والحكومة القادمة بانها قامت بتجديد الطبق السياسي تجديد الطبق السياسي هل هناك هل هذه الفكرة موجودة لدى الدولة ام ان الدولة ومرجعيات الدولة تفكر مرة اخرى بابقاء النوم العام في هاتين المؤسستين الحكومة والبرلمان ابقاء النوم العام حتى تتخذ القرارات بعيد عن ضديجهم ولا الدولة بتفكر لا بدنا نخب سياسي جديد بدنا طبق سياسي جديد في هذين المكانين نستطيع من خلالهما التعاضد بمعنى تعدد المشارب السياسية في الاردن والنخب السياسية وصناع القرار حتى نواجه الازمات الكبيرة القادمة لان قادم الشهور خطير اليوم الاسرائيليين والامريكان بدهم يعملوا خرائط جديد في الضفة الغربية أليس هذا اعتداء على الاردن؟ هذا سؤال صفقة القرن وما قيل عنها وكل بلود فيها اعتداء على الاردن الأزمة الاقتصادية وظروف الصعبة هذه الأزمات المركبة المعقدة التي تعيشها البلد ألا تستدعي فعلا من صانع القرار مطبخ القرار المرجعية القصر أن يفكر فعليا في أنه أبات من المناسب الخروج من مرحلة الركود والسكون واللي هي مرحلة إماتة المؤسستين الحاكمتين والرئيستين نتحدث عن الحكومة ونتحدث عن البرلمان لا أدري أتمنى أن تصل بهم القناعة إلى هذا المستوى أتمنى أن يكون المستشارين اللي قريبين من المطبخ ينصحوا بأنه لا المرحلة الجاية بدنا نجدد النخب السياسي شو معنى تجديد النخب السياسي والطبق الحاكم بمعنى إطلاق العنال لإنتاج رجالات حكم جديدون يمتازون إما بأنهم عندهم ولاء أنا بحكي هنا عن النخبتين في عندها نخبة معارضة وفي عندها نخبة موالية ولاء ناقد بمعنى ولاء يستطيع أن يفكر يستطيع أن يشتبك يعرف المصالح الحيوية الأردنية بوضوح يعرف ويقدر ضرف الدولة يعني هذا بسمي أنا الولاء الناقد وليس الولاء الأعمى وليس الولاء التنفيذي اللي بنفذ بس ما بزبط هذول المؤسستين حاكمات ما بزبط تحط فيهم ولاء تنفيذي بس يروح روح تعال تعال في عهد في محكات حقيقية عاشتها الدولة الأردنية كانت في هاتين المؤسستين الحكومة والبرلمان رجالات دولة يمتازوا بالولاء الناقد وأيضا المعارضة الواعية المتزنة التي تقدر ظروف الوطن والتي تقدر إمكانات الوطن بدنا الآن ناس جداد مش بنفذوا بترضوا وبيشتبكوا وبعرفوا شو مصالحنا وبعرفوا لين رايحين وبعرفوا شو الخطورة الآن القادمة على الأردن وبعرفوا إمكانات الأردن وبعرفوا مديونة الأردن يعني بيستطيع أنه يعرف الكلف وبعرف أنه إذا روحنا هون انتحار وإذا ما روحناش هون في كلفة بمعنى يفهم كل هذه المعطيات واللي القادم صعب يعني ليس من المنطقي أن تنحصر فيه دائرة صنع القرار أنا بعرف أنه مرات صنع القرار بيحب أنه ما يكون شيء تشويش وإزعاج عليه بس فيه ظروف مفصلية عند الشعوب وعند القيادات التاريخية في العالم كان يروحوا للاستفتاء يعني يروحوا حتى على أي دولة في العالم إذا كان فيه قرار مصيري بيروح بيهرب للاستفتاء بمعنى أنه بيكون قائد تاريخي هو بيكون قائد تاريخي وبيكون قائد مميز وبيكون فيه قمة ديمقراطيته على فكرة وفيه تداول سلطة وإيجاب الشرعية وبالانتخابات وإنه شرعية حقيقية بمعنى شرعية إرادة شعبية ولكن بهرب للاستفتاء ماي اللي هي رئيسة وزراء بريطانيا لما عاشت فترة البريكست بدأت انفصل عن الاتحاد الأوروبي لم يستطيعوا إلا الذهاب إلى الإرادة الشعبية وأجروا استفتاء ففيه قرارات مفصلية إحنا ما نقولوش تعالوا للإرادة الشعبية بدناش إرادة شعبية ولا استفتاء شعبي انتم مع صفقة القرن أو لا ضد أو لا لأنه بعتقد إحنا بدنا نخبة نخبة حقيقية تكون في هتين المؤسستين عفوا مؤسسات الحاكمة في الأردن القصر الملك وهو رأس السلطات الثلاث والآن نعتقد أن الملك موجود ومشتبك ثم نريد أن نعيد مرة أخرى نستعيد هيبة المؤسسة الحاكمة البرلمانية ومؤسسة الحكومة إخراجهم من منطق التوظيف إلى منطق المشاركة في الحكومة هذا اللي إحنا نتمنى نتمنى أن نصانع القرار يفكر بهذه الطريقة وعند ذلك سيتحمل الجميع الكلف سيتحمل الجميع مسؤولية القرار مهما كان القرار صعب ومفصلي ومؤلم أو بده تحمل أو بده تتفع كلفة الكل بتحملوا في هذه اللحظة ولذلك أنا أتمنى أنه يكون في قادم الأيام تجديد للنخبة السياسية نجي على البرلمان في سؤال اليوم مثلا عريب الرنتاوي بيحكي لك لا بدون قانون انتخاب جديد مستحيل نجد النخبة رأيي رأيي منحترمه من قدره ولكن الدولي حسما تأمره فيش قانون انتخاب جديد ولكن أنا بقول أنه بإمكان الدولة مع هذا القانون أن ترتب أوراقها وتستطيع أن تجبر لمان محترم مثلا تحارب المال السياسي بكل أشكاله بمعنى أن يكون هناك إرادة في الدولة أنه المال السياسي يمنعه وعلى فكرة ترى المال السياسي بده شريع بده إرادة بده قرار من الدولة أنه لا ممنوع وهذا واحد اثنين ترك قصة هندسة اللعبة الانتخابية تركوها بحالة ولو نسبيا ترك هندستها يعني عدم التدخل فيها بشكل من الإشكال عدم سيطرة المخاوف يعني المخاوف أكثر فأكثر على من سيصل البرلمان الاعتبارات ومآلات ولذلك اطلاق اليد عن الحركة الإسلامية نوعا ما يعني كل هذا بيساعد على أنه يكون فيه نخبة حتى المولاة يا جماعة الخير المولاة النقدي خايفة ما بتنزل عن انتخابات مترددة بتعتقد أنها مش مدعومة بتعتقد أنه فيه حدا بعرقلاف بتعتقد أنه فيه حدا بهندس ضدها حتى في محاضنها الاجتماعية حتى في الأماكن اللي بتنزل فيها انتخابات على مستوى محلي وجهوي وفي الحارات بتلاقي أنه فيه مشاكل تتعلق بالتدخلات وتركوهما ذول ينطلقوا يعبروا عن أنفسهم أحسن فترة مرت فيها الدولة الأردنية الفترة التي جاءت فيها النخبة المولاة الناقدة التي فهمت الأردن من مناطق الفلاحة والبداوة وأصبحت جزء من الحكم حابس ووصفي وهزاع وأسماء كثيرة يعني لا تحضرني هنا لكنها جاءت كنخبة سمحة لها آلية إنتاج النخبة في الدولة سمحت لها أن تذهب وأن تكون جزء من صناعة القرارة ثم يأتي الدور الكبير على تشكيل الحكومة الحكومة تشكيلها بيد الدولة وإذا كان في برلمان قوي ستكون الحكومة قوية وأيضا المرجعيات عليها أن تختار رئيس حكومة ماكن وازن ثقيل له صلاحيات له ولاية عامة يشتبك يفكر على الوزراء السيادين أن يكونوا مختلفين كوزير الخارجية ووزير الداخلية عند ذلك قد نصل إلى حد معقول من إعادة إنتاج النخبة الوطنية الأردنية التي تستطيع أن تساعد الدولة تساعد الحكم تساعد القصر تساعد الملك في مواجهة الخطوب الثقيلة القادمة التي ينتظرها الأردن ومش أشدها القصة الاقتصادية في عنا قصة صفقة القرد في عنا القصة الفلسطينية برمتها وهذه تحتاج لا يمكن أن نكتفي برجالات يعني ناعمين أو لا يفهمون المخاطر أو لا يستطيعون إدارة المخاطر لا يتحسسونها لا تقشعر أبدانهم ثم يدينونها بحكمة وحنكة لكنه بغضب وطني وبروح وطنية نحتاج إلى هذه النخبة فهل تطلق الدولة من القمقم هؤلاء هل ستسمح في قادم الأيام أن يكون هناك نخبة سياسية موجودة مشتبكة عمرها ما يعني بدك تأخذ برلمان التسعة وتمانين يعني شو سوت الناس يعني لم تنقلب على الحكم بالعجل كانت عونا للحكم في فترة تاريخية عصيبة وأتمنى أن يكون التفكير بهذه الطريقة أتمنى أن الذين يقدمون المشورة يقدموها بهذه الطريقة وجوز أنا اليوم عجبتني ما قالت سميح وما قالت عريب أنه بيطالبوا أن يكون في تجديد للطبق السياسي لأن الطبق السياسي الحالي في المؤسستين فشلت لا تستطيع أن تقدم شيئا أصبحت آلية تنفيذية لم تعد تفهم مصالح الأردن الحيوية ليس مهم الآن القصة الشعبوية ولا أني أدخل على المجلس بمنهج شخصي بمعنى بالهدف منه تحقيق غيات شخصية علينا اليوم أن نترك العنان وإطلاق العنان الحقيقي لإنتاج نخبة تفكر بالبلد وتفكر بالوطن وتفكر بعقل نية ووعي وباعتقادي أننا قادرون على إنتاج ذلك إذا ما أطلق أو تقررت الدولة ذلك إذا قررت الدولة تستطيع لأن النخبة كاملة وجاهزة وموجودة في أدراج الوطن في أدراج المناطق في أدراج لكنها خائفة أو مهندسة بمعنى ممنوعة أو أنها يعني في عليها ضغوطات فتركوها تركوها حتى تعبر عما يريده الوطن في هذا التوقيت الصعب هذا موضوع حبيت أحكي عنه فيما يتعلق بكيفية إدارة الدولة للمرحلة القادمة وأتمنى أن تكون الإدارة على مستوى رفيع ومختلف هل أمريكا قدر هذا موضوعي ثاني أمريكا علاقتنا فيها يعني شوفوا ترى في قصة مع أمريكا بدك تفهمها أمريكا بالسهلة يعني بالنسبة للأردن هي اللي بتساعدنا وبتقدمنا مساعدات اقتصادية وحلفائنا يعني نعرفنا حلفاء وبنفس الوقت هي اللي بتتشطبنا يعني هي اللي بتتفرض علينا هي التي تؤذينا في الملف الفلسطيني وإذاءها في الملف الفلسطيني ليس إذاءا ضاغطا فقط يعني الأردن ماشي إحنا في حرب الخليج اللي نحتاج فيها دائما في التسعين كان لنا اشتباك مع الولايات المتحدة الأمريكية لكن كان مجرد اشتباك تريد منها إرسال قواتي لحفر الباط يعني المساعدة في إسقاط نظام صدام حسين لم تكن القصة بمعنى ضاغط على شكل الأردن هوية الأردن طبيعة الأردن ديمقرافية الأردن تصفية حقوق الفلسطينية إنهاء دورنا في القدس أو تجديبه أو جعله شكلي نقل حدودنا أو الخط الأخضر باتجاه حدودنا يعني هذا لم تكن في وارد أن أمريكا ستصل في مرحلة من أن تدحرج علاقتنا فيها لهذه المرحلة أن تكون هي المساعدة الرئيسي لنا والتي تقدم لنا العون والمساعدة والمنحة السنوية حينما يتخلى عنا الأشقاء وأن تكون في نفس الوقت هي التي تريد أن تمسك بقلم الرصاص فتعيد إنتاج شكلنا وتريد رسم معالمنا بطريقة جديدة رسم هويتنا وملامحنا بطريقة جديدة هنا يعني تصبح القصة أنه كيف يمكن أن نتعامل مع أمريكا هل سنواصل فقط الانتظار هل سنواصل فقط أم أننا يجب أن نحدث يعني انعطافة في هذه العلاقة بعرف أنه ترامب الآن من جن يعني ومش فاضي برضاهش يحكي لأي واحد يعني حلفاء الاستراتيجين الرئيسيين بيقولهم ادفعوا وبقولهم كلفة الدفع بتكون تدفعوها وبحذرهم وأحيانا بيوبقهم علنا وأمام الناس فما بالك يعني نعم يحق لنا أن نخشى مثل هذا الرجل لكن الخشي الشيء والذهاب بما يريد انتحار يعني الخشي الشيء والحرص ووضع استراتيجية ومقاربة وخطة لمواجهة هذه الإدارة مثلا مخاصة إذا إيجانا شهر 11 و 12 جيات وترامب بعده بالبيت الأبيض باعتقادي سيكون أمامنا لابد أن يكون أمامنا يعني خطة رئيسية للتعامل مع تحدي اسم الولايات المتحدة الأمريكية تحدي حقيقي وإحنا ما قصرنا مع الولايات المتحدة الأمريكية في ملفات رئيسية زي الإرهاب ومكافحة الإرهاب ولكن علينا مرة أخرى أن نرطب أوراقنا في التعامل مع المشهد الأمريكي تحديدا أنا بيقلقنيش المشهد الإسرائيلي قد ما بيقلقني المشهد الأمريكي بالأخير المشهد الإسرائيلي تستطيع أن تتدافع معه إذا كان في أمريكان بيسمعوا لك لآن في جزء من أمريكا مش راضي عن أداء ترامب لكن ترامب يلبحكم بالأخير فيه جيمقراطيين مش عاجبهم اللي بيصير بصفقة القرد صحيح لكن بالأخير صاحب القرار ترامب صحيح في عندك أصدقاء الأردن في المؤسسات الأمريكية لكن في النهاية فيه ترامب وترامب لما بدك توزنه مع المؤسسات الأمريكية مع الكونغرس المشرعين أو مع الـ CIL المؤسسة أو مع الـ Think Times أو مع كل هؤلاء هو اللي بيتخذ القرار وهو المسيطر ويدير ظهره للجميع وينفذ إجراءاته تنفيذية يعني عنده آلية سريعة هذه الخطة التنفيذية السريعة فيما يتعلق بالأمور ولذلك علينا مرة أخرى أن نقرر أن أمريكا ليست قدرا أمريكا ليست قدرا أمريكا ليست تحديا للأردن صحيح أننا لا نستطيع أن ننازع أمريكا وأن نحارب أمريكا لكن علينا أن لا ننصع لقلم رصاصها حينما يريد أن يرسم ملامحنا من جديد أن يضع لنا هنا أذنا وأن يضع هنا أنفا يعني يرسمنا ما بزبط يعني بدنا نفكر في التعامل مع المقاربة الأمريكية بذكاء ووعي ولا بد مرة أخرى أن ننفتع على خياراتنا يعني ولا أعتقد أن أمريكا تعبأ بذلك ليمكن أن نتسرب من خلال عدم عبئ أمريكا ببعض الخيارات أن نقترب أكثر من الأتراك أن نقترب أكثر في التفاهمات مع كثير من الدول العربية أن نقترب أكثر من المشهد الفلسطيني يعني علينا أن نتسرب لأنه مش كل شيء محكم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لكن أنا في النهاية بحاجة لخطة للاشتباك ثم علينا أن لا نرسل لأمريكا رسائل أننا جغرافيا يعني نحن لسنا جغرافيا نحن وطن نحن مواطنون نحن عشائر نحن بوادي وريف ومخيمات نمانع الخطة الأمريكية علينا أن نعبر أن هناك إرادة وهذا بربط بالموضوع الأول اللي حكيته لماذا لا ننتج برلمانا يعبر عن أننا لسنا جغرافيا بل ديمغرافيا وطنية ووطن ولنا تاريخ وإرث وموقف ونوجه رسائلنا برفض كل السياسات الأمريكية من خلال هؤلاء مدام مؤسسات الحكم الرئيسية مش قادرة تحكي المؤسسات الشعبية الحاكمة المتنفذة اللي زي البرلمان هي اللي يحكي لماذا لا نتفادل الأدوار لماذا نصر على أن هناك فقط كرسي واحد يجب أن يتحدث لماذا لا تتحدث كراسية مختلفة لماذا لا نفعل كما يفعل كثير من مؤسسات الدنيا يعني هذه مسألة مهمة لاحظ مثلا الإيراني لما يشتبك مع الأمريكي بتلاقي أنه متعرفش من اللي بصرح هذا بضرب عراسه هذا بصرح بطخه هذا بضربه وهذا بعدل الطقيق هذا المشهد الإيراني لماذا لا يكون عندنا مقاربة تقترب من داري هذا ما حبيت أحكي في هذين الموضوعين الرئيسين قد من الأيام معاقت نحتاج فعلا إلى رؤية ومقاربة ونخبة جديدة أكتفي نذهب بكم إلى وقفة قصيرة ثم نعود بعد ذلك إلى ملفات متعددة متنوعة من استوديو اليوم اشتركوا في القناة